كابتن موفتي اللي ارحمه الدكتور عمر أبو المجد لعبنا في أوقات كتيرة لعبت كل المراحل كابتن أحمد ماهر اللي ارحمه كل المراحل السنية كل المراحل السنية لما مين الدكتور عمر هو اللي قال لك انت خلاص هتطلع تتمرم مع الدرجة الأولى كان كابتن ماهر كابتن أحمد ماهر كابتن أحمد ماهر الشغل شوية مع 20 سنة لا وبعدين كان بيبقى اللي موجود معاكم مدير الكرة أو بيبعثوا لنا الإدارية ويقولنا بكرة 80 ساعة كذا لو في ماتش ودي كنت بتعمله ماتش ودي بعد ماتشات الرسمية ياخدوا من عندنا 3-4 تاني يوم في الماتش كده كان بياخد من المدرب نفسه يقولهم فلان وفلان ده اخدوه معاكم بالزبط فلازم يبلغك حد من مدير الكرة هو ده اللي كان بيحسن بس كانت ميزة انه الراجل أي مدير فني لفريق الأول بيشوف كل اللعيبة قدامه كل يوم كانت ميزة طبعا زي كانت ميزة كان هدوكوتي بقى الله ها هدوكوتي بتدم هدوكوتي بعد كده كالوتشاي حبيبك انت الشخصي ها 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 وعدت كده تحولت بقى كل المدربين ما بينككبتن جاري وكبتن انور وكبتن سايس كل الناس دي اول ما قالولك تخلصت الخامين مع الناشئين ومروح قالولك لا بكرة هتتضرب مع الفريق الهول وانت ماشي كده على كبرة اصلي يا ابو الكباتر اه ده اخديك اللي اكتر من كده احنا كنا بنقض نتفرج عليكم في التميين كت الدنيا يعني بنقض في المال ايه ايه ونقض جنب عم السيد نشرب البلس ونتفرج عليكم انا كل يوم كنت اروح صحابي قوليه النهاردة شفتم ايه انا قلوا انا شفتك يا ابت موصف يا عبدو النهاردة وانت شفتوهم انت بتدعك علينا والله والله بتدعك علينا فانت بتكلمني على ان انا هطلع هتمرر معاكم لا احنا كنا انا بكلمك على مجرد الشوافان اه عشت اللحظة دي ازاي اول ما قالولك ان اتنا خلاص هتتمرر مع الفريق الهول لا كانت الدنيا طايرة يعني كانت لما بيكتبوا الاسم كنت باخد الثلاث جرائد اللي كانوا بيطلعوا بتنفي بها الحي بتاع نامشي بيها وفي الحي وفي الدنيا كانت الدنيا يعني بتبقى قمة الفرح يعني مين من اللعبة الكبيرة استقبلتها لما دخلت؟ طبعا انت كنت تبتعلع في الغوضة بقوة كلها كانت في القوضة بتاعتكم بتاعت المدرج اه كانت في حتة الوحدية اه احنا حواليكم اول ما دخلت القوضة لا احنا ما دخلت الملعب الملعب بواقف نستخاب بواقف في اخر البتاع وانت قوب من اللعبة الكبيرة اللعب لك وانت نازل الملعب يعني كان بيقابلنا القريبين مننا شوية يدخلونا معاك واحدة واحد مجد عبغاني مجد عبغاني كان يطفش اي حد اي حد مجد يطفش اي حد بس هو كان بيستقبلنا بصراحة خلق جد الله اه يعني اللهم اقرب مننا شوية اللعبنا لمسنا معاهم شوية واتخايف اول مرة زلت فيها الملعب مرعوب 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 ادخل على حد مرعوب لو بصيت كرة اللي كابت الموصفة ما تطلع طويلة يبصلي بصة ولا حاجة ما فيش حد من اللعبة في ميرة ما فيش قمة المعاملة الجميلة منكم كلكم بصراحة والكلام الهادي والكلام الاحتضان الحقيقي هو ده اللا دي لا يا كابتن انا كابتن مهر همام انا خدت فانيلتو قدي ايه لما كنت انا بلعب واجات له فترة اصيب اصيب اي صراع اتطول انا فاكر هدرك ماتش المينيا اللي انت جبت فيه جون وانا جبت التاني مزبوط هو كان هيلعب فكابتن الساس قال له هتلعب باكرايا قال له باكرايا يا كابتن انا اساسا قربت ابطل انت بتبطلني بدري مش هقدر فقال له يعني يا ماهر مفيش حد قال له لا انت هتلعب بكرايت قال له لا مش هقدر يا كابت من عذورني معلش مش هقدر يعني لو لعبت بكرايت وانا طالع من اصابة طويلة وكده فانا لعبت بالصدفة المطش ده جاء اللي يا دي هتلعب وانا هلعب معنا بكرايت او استشبط في اي حاجة اه فانت اجيبت الجون الاولاني وانا جيبت الجون التاني انتوا لسا زعينوا في التقرير ما هنجيبه تاني ما تتصورش الكابت المهر عمل معي ايه واقف يغلمني وقفتلي على الخط براو يا دي او شد حيلة يعني عايز اقول انه كانت دافعة قوية لا الاحتضان كان مهم جدا عشان كده يا معظمنا حظينا الحلو ان احنا طلعنا معاكم الجيل ده انا مقولش عشان انت قاعد جيحية والله يا جماعة حظينا الحلو ان احنا طلعنا مع جيل ده الجيل ده اظهر كل الحاجات الكويسة عندنا واحنا اخدنا كل الحاجات الكويسة منكم ايه المباراة وانت بتعبها في الناشئين اللي انت فاكرها في زهنك كده وصعادتك الفريق الاول اه كانت مباراة انا فاكرها كانت مباراة ترسامة في الجزيرة في الجزيرة كان ماتش انت عارف فرق كانت كلها قوية طبعا طبعا كان فيه مسابقة مصبوطة وكان فيه فتاحل في كل فرق مقولين كان مليان لعيبة جامدة الزمالك مليان لعيبة جامدة الترسانة سكة الحديد كان فيها فتاحل في الجزيرة ده السكة هذه كان عندها فرق فرق نااا بيتضرب ضرب ده عندها وكان عندها لعيبة جامدة جدا انا بتكلم كمان عن مستوى الناشئين نعم نعم النصر هليوبلس دي كان عندها فرق جامدة جدا مرة دخلت معنا دورة ربعية احنا والزمالك وهم وترسانة اه فكان ماتش ترسانة ده كان ماتش جامد جدا كان 19 سنة وترسانة جاب جول وكان جمال حمزة الكبير اي 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 وبعد كده كسبنا ثلاثة واحد انا فاكر بعديها جالي عم جمعة قالي بكرة هتتمرن انت وكان طاهر وكان شاكر محمود صالح لا لا محمود صالح لا كان باية محمود اكبر شوي اه حلق ميهوب كان حلق لا حلق من اول الناس اللي طلعت اه كان لعيب جامد اه من اول الناس اللي طلعت طيب ما تفكر استاذا المشاهدين بالجيل بتاعك لو تفكر من اول جول كيبرز لحد المصليفية اي اجياء اللي تعاقبنا عليه يعني انا اللعب معايا ابراهيم عزت واشوبير حصلته او هو حصلنا هو جي متأخر يعني شوبير جي عليكم حشيش وخالد دندش خالد دندش بطل وراح امريكا اه لعبنا مع حمود صالح حمد يا برقى بكلمك اللي هو